اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كتبوا عام 1972 طبعا هاد الكتاب كان بيحكي انه ممكن يكون في شيء اسمه ساق الكترونية يعني الواحد الله يحمينا كلاياتنا وقت تنقطع ايدي انه ممكن الانسان نحن نخترع له شيء يقدر يمشي يقدر يحرك ايدي طبعا هاد الشيء مكان موجود بهذاك الوقت بعد واحده اربعين سنة تحقق هاد الشيء يعني تم اصدار او تم انتاج اول ساق الكترونية طبعا هاد الشيء شو صار انه هاد الكتاب حكي عن الشيء مو موجود تمام انه ممكن يكون في هيك شيء فهاد خلى العلماء انه اه ممكن يصير في هيك شيء فخلاهم يبحثوا فلما بحثوا عنه فقدروا يصدروا هاي الساق الكترونية فبالتالي هون الادبيات اثرت على العلم فبالتالي الموضوع الاساسي الادبيات هو الانسان العلم كمان هو نتاج للانسان ممكن يكون يتأثروا بينها تمام طيب هلأ عنا مسألات فسكولوجي يعني هون عم بيقلي انه شو ممكن تكون العلاقة بين الفسكولوجي والادبيات طيب هون عم بيقلي يا اصدقائي ادبي اسهار لار هي ظل رندو يقول لارندان يشانت لارندان ادلار تشر فاذا من الاسهار الادبية هون بتشو شو من لاقي فيها مثلا انا ككاتب او شاعر عم بكتب اسهار فانا حالتي النفسية كيف تكون بهذاك الوقت انه انا اذا كنت سعيدة مثلا كتير كتير او مثلا كنت مكتئبة كتير كتير اتما كان الشيء اللي عم يكتبه الا ما الروح الاكتئاب او روح السعادة اللي موجودة عندي كي كهرمان لارندو في بسكولوجيه استباردر يعني انا كاكاتب عم بكتب حكاية فيها ابطال هدول الابطال اكيد عندهن حالة نفسية معينة عم تنعكس على بقلب الحكاية بوتور اسهار لارده انسان لارن قوف تحليل رينا شو دم لما يارب ريزي ليشن شيري نستكي انسان لارده هاي يأنيا بيدن النس ممكن هالا قلير يعني انه نحن بهاد من خلال هاد الشهر من خلال التحليل الشخصي او النفسي للاشخاص فنحن هيك بنفهم الاشخاص اللي حوالينا باكتر فبالتالي شو علاقة الادبيات مع البيسكولوجيه انا وقت بكون عم بكتب حكاية رواية فيه ابطال هاي الابطال انا عم بحكي عن حالتن النفسية كيف بيحكي عن حالتن النفسية باستفاد من علم البيسكولوجيه ما هيك لحتى اقدر احكي عنهن فبالتالي فيه علاقة بين الادبيات والسخولوجيه طيب جغرافيا جيزيvه بعض المةرض Lud otherwise شمار الكевич جغرافيا طلقت الانتلر خطأ المورم common يعني عن البيع의 موجودة هناك الناس كيف عايشين المنطقة الجغرافية اللي هونيك فهون هاد الشخص واتراح على منطقة جغرافية معينة تمام هون انا عندي علمي جغرافية ما هيك طبعا واتراحي وكتب لي هاي كتب الرحالة واجع ورجع وحكالي وحولوها لنصوص فهي النصوص صارت اثر ادبي فبالتالي هون صار في عندي علاقة بين الادبيات والجغرافية طيب تاريح تاريح ادبي متننين كونسوية زلدد هنا منه القضاء لرسوسيال بسياسية بصول واجترور يعني انا عم بكتب اثر عام 1950 فانا هاد الوقت اللي عم بكتب الطريقة اللي عم بكتب فيها رح تعكس الحياة الاجتماعية تبعي اللي انا عايشتها رح تعكس الشكل السياسي الحياة السياسية اللي انا عايشتها رح اعكسها على اثري يعني ما ممكن احكي عن حادثة سياسية بدها تصير بعد خمسين سنة معايك فدائما دائما الاحداث السياسية والاجتماعية او هاي الروح الاحداث السياسية والاجتماعية وقت بكون انا عم بكتب بي نص ادبي بتنعكس على هاد الشيء ايه شو بيصير طيب انا بعد سنوات عديدة لحتى يعرفوا تاريخ هذا الشي اللي صار فشو بيعملوا قد يرجعوا لهي الكتب الادبية ما هيك لحتى انا افهم سياسة خلينا نقول عصر معين او حياة اجتماعية معينة لازم ارجع لكتب ها اللي انكتبت بهذاك الوقت لحتى اعرف عنه فبهذا الشكل التاريخ والادبيات بيكون علاقة بيننا انسي هدول الاسئلة كيف ممكن تيجينا هدول الاسئلة ممكن تيجيكم بما انه نحن صارت كلاسيك الاسئلة تبعنا فيقلك شو العلاقة البيسكولوجي مع الادبيات طيب شو بدي اكتب هاد المص هدول ثلاثة اسطر اللي انا كاتبت لك ياهم علاقة الجغرافية مع الادبيات شو بدي اكتب هدول ثلاثة اسطر اللي انا كاتبت لك ياهم تمام فإزان هدول منحفظون بصم يا أصدقائي طيب أي رجع عن بيقلي كيمي أسار لعدة كنصو دورو دان تاريخ ولاي لعدة ألر نعدة أفت بوتر أسار لعدة تاريخ بلمينكا ينقلو كدار فإزان عن بيقلي أنه بعض الأدباء الكتاب شو بيعملوا بياخدوا بيستفيدوا من الأحداث التاريخية مباشرة فهون عندي هاي الأسار بتكون مصادر أو مصدر لعلم التاريخ طيب عندي علاقة الأدبيات والسوسيولوجي إذا بي أسار للي أورطيك ويان لار إنسان تر إنسان لار بيرتوق يعني هون شو عم بيقلي علاقة طلعوا كيف أنا اللي عم يكتب الأثار الأدبية مين هو؟ هو الكاتب طب هاد الكاتب شو نوعه؟ يعني شو كجنس يعني إنسان ما هيك؟ طيب هاد الإنسان وين عايش؟ عايش بالمجتمع ما هيك؟ طيب أنا هون هاد المجتمع اللي عايش فيه والطريقة اللي هو عايش فيه خصائص هاد المجتمع تقاليد هاد المجتمع هتنعتس على الأثر اللي هو عم يكتبه ما هيك؟ طيب السوسيال علم الاجتماع كمان هو شو بيبحث؟ بيبحث عن عادات تقاليد المجتمع على شكل حياته ونألمات حياته وبالتالي هون في عندي علاقة بين الأدبيات والسوسيولوجي فلسفة هاريكي بنا مضمنا أرتك من قطسا دشنجة بقى الفلسفة شو النقطة الأساسية عندها؟ الفكر أهي؟ والإنسان والأدبيات شو هي؟ الإنسان يعني فكر تمام؟ فالنقطة المجتركة بين الفلسفة والأدبيات هي دشنجة فاس في متن لاردا فارك أدبي متن لاردا دشنجة لار متن تمامنا يلمز يعني عم بيقى اللي الفرق بين النصوص الفلسفية ونصوص الأدبيا هي إنو الفكرة ما بتكون بالنصوص الأدبيا هيك بالنص كلها يعني الأفكار دائما متغيرة فهي العلاقة بين الفلسفة والأدبيات دانا يسال بلملار العلوم التجريبية كون قلنان ألائل بلمين راشتر مصنا يونيرب يعني أنا عندي شو العلاقة بين العلوم التجريبية والأدبيات المصوص الأدبية اللي تكتب تحكيلي عن حوادث خيالية ممكن فيما بعد تخلي العالمين والباحثين أنهن يبحثوا عن هذا الشيء الخيالي هل ممكن يصير ولا لا مثل عندي بعام 1865 جوليس فيرين شو كتب؟ كتب آيا يولجلوك عنده كتاب السفر رحلة إلى القمر السفر إلى القمر بس بذلك رؤيتك لسه ما طلعانين على القمر فهون يصاروا العلماء من خلال هاد الكتاب يبحثوا فعلا نحن ممكن نطلع عن القبر هلأ شو صار؟ هلأ كل الناس تطلع عن القبر فبالتالي ممكن الأثار الأدبية تكون وجهة لأنه تخلي العلماء يعملوا أبحاثهم العلمية فهيك بتكون العلاقة بين الدينيسال بليم لار والأدبيات هدولة مثل ما هنم مكتوبين باللغة التركية نحفظ هون فإذاً شو نكتشف؟ نكتشف أنه نستنتج يعني إحنا هنا في عنا علاقة بغضية يمكن من الأول برياضيات علاقة بين الأدبيات والعلوم الأخرى يعني هنا بيتأثر من الأدب والأدب بيتأثر مننا الأدبيات والمجالات العلوم الأخرى الموضوع الأساسي تبعها هو إنسان تمام؟ بليم ساقل شمالار تطورات العلمية صار شو في عندي؟ صار في عندي مطبع من بلوم مصد تطورات العلمية أصدفية أنه مثل مثلا إيجاد الاختراع دار الطباعي يعني صار في عندي شيء اسمه دار نشر فصارت الأعمال الأدبية كلها شو صار فيها؟ صارت منتشرة صار في عندي أساليب تاريخية أسماء كتابة تاريخ الأدب تمام؟ والأدبيات كمان ممكن تكون سواء كانت شفهية أو كتابية تكون وسيلة لنقل العلوم الأخرى من أماكن أخرى فإذاً هي كانت العلاقة بين الأدبيات والعلم طيب عندي فقرة تانية بدي أحكي عننا اليوم بدرسنا اللي هي إدبيات من يزع صناط لارلا إيشكسي يعني علاقة الأدبيات بالفنون الجميلة شمدي إنسان لار يوزي اللاردر جوردو يدا دشندو استاتيك بيهاز وياندرا فكيرلاري إفاديت مكيشن اسألها بإفتيل فإذاً الناس أو الإنسان عبر كتير من الزمان يعني قديماً لحد هلأ كان دائماً بينتوج أعمال ليش لحتى يفكر يعبر عن أفكار الجمالية والاستمتافية طيب هذا الشيء بيختلف من علم لآخر كيف يعني مثلاً الرسام كيف بيعبر عن هذا الشيء عن الأفكار الجمالية بيعبر عنه باستخدام طابلو والبويا طيب موزيسيان يعني الموسيقى كيف يعبر عن هذا الشيء باستخدام النوطة بيتشالغ يعني الألات الموسيقية والنوطة طيب الهيكل تراشي النحات الفن النحات كيف يعبر عن هذا الشيء باستخدام الطاش الحجر والأخشاب ما هيك طيب الأدبيات شو الشيء اللي بتستخدمه هاي معلومة جدا مهمة دل اللغة الأدبيات تقوم بذلك باستخدام اللغة لكن الشيء المشترك بين الجزال صناتلار يعني الفنون الجميلة الشيء المشترك بيناته هو هو الجماليات إثارة السرور والضوء تمام جزاليك لزيك لإلجي لنا صناتلار جزال صناتلار فإذن الفنون اللي بتتعلق بالجمال منقول عنا فنون جميلة جزال صناتلار تمام صنات ارن لني ميدانة جتيران كشية الشخص اللي بيقوم بهاي الفنون الجميلة شو منقل له منقل له صنات هاي بشكل عام طيب دعون شوف نحن عنا الجزال صناتلار تنقسم لكم قسم تنقسم إلى 3 قروبة يعني ثلاثة اقسام تمام اول نوع عندي جرسال ممكن جيك السؤالي إلك حكيلي الجزال صناتلار كاچ قروبة ayrılır 3 قروبة وشو هنة عطيني مسال عنهم تمام فبندن حفظون اول نوع عندي جرسال ديار أضيلا بلاستيك صناتلار يا أما بقول عنا جرسال صناتل يا أما بقول عنا بلاستيك صناتل تمام على شو تعتمد مادية بشين ميريرك ومشترولان صناتلار يعني هي الفنون اللي تستخدم اعطاء شكل للشيء الادامه مثل شو مثل رسم هيكل ميمارين ميمارين هيكل والرسم تمام النوع الثاني منسميه إشي تسال صناتلار أو منسميه فونتيك صناتلار طبعا نحفظ الاسمين هذا على شو بيعتمد سيسي بشين ميران سيسي سورزو صناتلار هي الفنون اللتي تعتمد على الصوت مثل شو أدبيات بموزيك تمام فإذا الأدبيات غير تدخل تدخل بالإشي تسال صناتلار أو فونتيك صناتلار النوع الثالث عندي هو دراماتيك أو ريتميك صناتلار على شو بتعتمد؟ هركتين ومشتران يعني تعتمد على الحركة مثل شو مثل تياترو أوبيرات دانس باليس سينما فوتوراف هدول كلهم ضمن دراماتيك أو ريتميك صناتلار فإذا هاي شو كانت؟ كانت الأنواع السنون الجميلة باكي ننجي هلا على فقرة النصوص نصوص متن ندر؟ شمدي ممكن إلا تعرفلي المتن شو هو المتن؟ فأنت رح تقول له كلمelerinin anlamlı برشكلة برارة يجال مستيل أولوشان شكيل ويأنتم ذلك لبقائم من برشتران برشتران توم جميلات ويأنتم برشتران متنة فإذا هيا جميع الجمال الفقرات بتشكل بتشكل كيف مجموعات كلمات بلا معنى فهدول شو منسميه؟ منسميه النص نحفظ التعريف متل ما هو هلا النصوص تنقسم إلى قسمين أما منقول صنات متين لاري أو منقول أوريتيجي متين لاري هلا أبل ما ندخل بأنواعها خلونا نفكر الأوريتيجي متين لاري يا أصدقائي رح نشوف بعد شوي خصائصها لكن هي بشكل عام لما بيكون عم تعطيني معلومة واحد زائد واحد يساوي اثنين هاي الجملة شو؟ أوريتيجي متين عم تعلمني أنه واحد ذائد واحد يساوي اثنين طيب الصنات متين لاري شو هي هي نصوص الفنية والأدبية لما بيكون في هيك الشعر لما بيكون في تصورات خيالات يعني الشمس مشرقة والعصافير وتزقزق وخرجنا للعب بالبلطابة وشربنا القهوة في تصويرات وفي هيك جمال وفي كلمات تعبيرية شو هون عم يعطيني معلومة حقيقية لا خيال فبالتالي هاي منقول عنا صنات متين لاري تمام؟ طيب الصنات متين لاري تنقسم لقسمين اما جوشكو في هيجان دي لايك تيرلان متين لار تمام؟ النصوص التي تعتمد على الحماس متل الشعر او قلال تشعر سندة ألوشان متين لار او النصوص التي تعتمد على الحركة هاي النصوص التي تعتمد على الحركة الى قسمين كمان القسم الأول أنط ميبال متين لار النصوص التي تعتمد على الشرح شو أنواعه هكاية رومان مصال قبل بيستان مسلمي هاوك هكاية منظم هكاية او جوستار ميبال متين لار النصوص اللي تعتمد على الرؤية شو يعني؟ يعني مثل التياترو تمام؟ طبعا التياترو عنا قيلة مكسال ترك تياترو مثل كاراكوز مده فورطولين كيسير لكوينلار وعنا المسرح التركي الحديث مثل ستراجدي كوميدي درام تمام؟ بدون رح نشوفهم بالفصل الثاني بشكل مفصل طيب هاي النصوص الأدبية أريتي جي متننار نصوص تعليمية هي غزتة شارجة ريسندة قيلشان متننار نصوص التي هي تعتمد على الجرائب مثل شو مثل مكالي دنمي، فكرة، صحبت، إليشتر، ربورتاج ملاقات، حبر يزالي او عنا نوع كشيسال حياتكم وعنا المتننار ونصوص التي في كل موضوع حيات شخص معين مثل الانانيونلوك، بيوغرافي فرقزي ياساسي، مكتوب او عنا تاريحي متننار، فلسفي متننار وبلمسال متننار هادة تابلوم نحفظه مثل اسمنا تمام مهاركداشار هلا ممكاني إنا عملي مقارنة بين ادبي متننار وورتيجي متننار شو الفرق بيناته فأنا بعمل له التابلو بقل له ادبي متننار كورمجة يعني منزوجة بالحقيقة والخيال النصوص الأدبية أما الورتيجي متننار غير غيرتجي متننار هيش بشكل ده يشتر الماز ولدوه كي بأكثر لك فهي بتعطينا الحقيقة متل ما هي، ما بتتغير أبدا ادبي متننار نصوص الأدبية كي يوجده هي جانو ينظرمك إذا بيزا يحس تلمك ومجيلا يظلر يتم كي تابتها لحتى إيقاظ الحماس عند الكاتب التزوق الأدبي عند القراء تمام؟ هاي الهدف من الأدبي متننار بكم كي يوجده يعني لأجل إيقاظ الحماس عند القارئ وليس الكاتب اللي عنده كتابي فورا يصحح الكلمة أحيانا من كتر المعلومات وممكن يصير خطأ كتابي أثناء الترجمة وأثناء الكتابي حتى من خلال شرح الفيديوهات اليوتيوب إذا كان في خطأ شفنا مع بعض فحن صحف فإذا هوني عنا نصوص الأدبية شو الهدف مننا؟ هدف مننا إيقاظ الحماس والتزوق الأدبي عند مين؟ وكي يوجده عند القارئ تمام؟ أما الأوريتيجي متننار فشو الهدف مننا؟ بيركنو دا بالجبار مت بيركنو يا أوريتيجي متننار أشكرا مكتر يعني يصال معلومة ما؟ توضيح موضوع ما؟ يعني يتنلنا الحقيقة هذا الهدف من الأوريتيجي متننار إذا بي متننار أزنال الأوريتيجي متننار نيسنال بطن أزنال ونيسنال شو الفري بينهم؟ أزنال هو متل رأي شخصي يعني أنا بقلكون أطيب فاكهة بالدنيا هي اليوسفي ماندالينا بيجي واحد تاني بيقول لي شو ال يعني شو الإثبات أنه أطيب فاكهة بالدنيا هي الماندالينا ما عندي إثبات أنا بحبة فليزالك هيك قلت لا صح ولا خطأ ممكن يكون صح ممكن يكون خطأ يعني فيه احتمالية هذا الشيء اللي أنا عم أقوله رأي شخصي أما مثلا بيجي واحد بيقول لي واحد زائد واحد يساوي اثنين بيجي بيقول له لا واحد زائد واحد يساوي اثنين إيه لا في عشرين خلينا نقول هاي معادلة أخذت يا إلهي قديش يعني حتى أثبتوا إنه واحد زائد واحد يساوي اثنين هذا شيء مثبت صحيح مية بمية ما فين يعني نجيول ثلاثة فهذا منسميه ناس نال تمام معرك داشتا إذا بي ميتين نال دي لقلكون شما اللغة المستخدمة فيها هي اللغة اليومية يعني ممكن يكون فيها حتى بقلب النصوص الأدبية لهجات يعني مثلا كيف يحكوا أهل أنقرة كيف يحكوا أهل كوبونيا أهل اسطنبول فممكن يكون الكلمات مثل الحياة اليومية اللي مستخدمها في حياتنا اليومية الكلمات أما بالأوريتي جي ميتين نال دي لسادي أنا بدي وصل لك معلومة بدي أعود أحكيك أنا باللغة الصينية لا بدي أحكيك باللغة بسيطة ومفهومة حتى توصلك المعلومة فلزالة أريتي جي ميتين نال دي لسادي لأنش الله أرقاداش لار منكمل إذا بي ميتين نال إيجلي صناتي بيرسويليش هاكي در يعني الأسلوب فيها فن وصوري شو يعني صوري يعني فيها خيالات كتيرة فيها تصويرات كتيرة تشبيهات كتيرة أما الأسلوب بالأوريتي جي ميتين نال جدي أسلوب جدي يعني بعطيك معلومة يش بدي أمضح معك وعطيك تشابه إذا بدي أحكيك بشكل جدي أدبي ميتين نال ستجوك لها ديان مي مجاز النال دا كل نظر الكلمات المستخدمة بالنصوص الأدبية ممكن تستخدم معاني مجازية يعني مو بمعنىها الحقيقي أما الأوريتي جي ميتين نال كارت شكال نال الكلمات المستخدمة من معناها الحقيقي النصوص الأدبية يعني إلى معاني كتيرة تحتمل أكتر من تفسير يعني أنا بقرأ النص بفهم منه شي أنت بقرأ النص بفهم منه شي ثاني ممكن كل واحد يعطيه رأيه بي النص أما الأوريتي جي ميتين نال تكبر عن نال واحد زاد واحد شو يساوي اثنين ما تعد تقلي ثلاثة هو هي معنى واحد ما بيتغير من شخص تصلاح شخص الجواب نفسه عن كل الناس تمام النصوص الأدبية يزار سويليش وزال لك لرين أسلوب نو أنت لا تشكر يعني أسلوب الكاتب دائما بالمقدمة يعني هيك نبين أسلوبه مثلا أسلوبه مزوح أسلوبه ضاحق أسلوبه جدي أسلوبه أسلوبه تمام فأسلوب الكاتب دائما واضح أريتي جي متين لار أنام لأولان أسلوب تلك اللي تتمك استنامسها بالنصوص التعليمية ما المهم الأسلوب المستخدم أنا المهم معلومة بديواصل لك ياها أنا بديواصل لك معلومة بديواصل لك ياها بأي أسلوبين كان ما بمضروري أنا أعود بإسلوب جدي واضح بسيط بديواصل لك ياها فالمهم عندهم الفكر التي سيديد إيسا الله Evet arkadaşlar dersimiz bu kadar لساتنا مخالصنا من الوحدي الأولى طبعا رحناحكي بالفديو القادم عن dilin işlavleri رحناحكي عن düşünceye geliştirme yolları ve anlatım özellikleri velichman yolları هذول كلاياتهم بسيطين سهلين بس بجي منهم أسئلة كلا رح نحكي عنهم بالدرس القادم برجع أذكركم أصدقاء اللي حابب يحصل على ملخص مادة الأدبيات اللي أنا عم بشرحه على قناة اليوتيوب فيه يتواصل معي عبر رقم الواتس أب اللي موجود عندكم بالقناة كان ديني زي بكم اشتكلم